الحقيقة برضو النهاردة اللي كان يستحق دايماً إنه هو يكون واحد من الناس اللي بنسقف لها كلنا ولسعداء جداً بمستوى ورجع لمستوى مرة تانية طبيعي جداً إن انت مستوىك يهبط شوية بعدين يصعد تاني هذه هي كرة القدم ودايماً إحنا عارفين هذه الرجل المباراة النهاردة النجم عمر السلية عمر السلية كان بيمر بظروف معينة بنته كانت تعبانة شوية خلال الفترة الأخيرة والحمد لله ليلة أبو ليلة النهاردة قدم لها أحلى أحلى عدية وأحلى وقال لها كل سنة وأنت طيبة على السنة الجديدة إن شاء الله ليلة تبقى كويسة وزي الفل يا سلية يعني أنا مكنتش حابب أننا أتكلم في هذا الأمر خلال الفترة اللي فاتت ولكن إن شاء الله بنتك تبقى زي الفل وتبقى يعني جميلة زي ما هي جميلة وتفضل دايماً كده السلية النهاردة وهو بيحتفل بهدفه التاني عمل إيه؟ أعمل كده اللقطة دي بتدل على ده الهدف بعد الهدفه هو رح احتفل مع جمهور النادي الأهلي احتفالية كابتن مؤمن زكريه اهو زي ما حضراتكم هتشوفوا حالاً اهو مع جمهور النادي الأهلي احتفل عمر السلية باحتفال مؤمن زكريه ومؤمن بالمناسبة كان حاضر وموجود في مباراة الأهلي وبيرامدز ودايماً الحقيقة مؤمن من المساندين للنادي الأهلي ربنا يشفيه ونشوفه في أفضل حال وهو دايماً مساند وداعم للنادي الأهلي وحاضر في كل المباراة عشان يقف مع زميله وبجواره مؤمن أمام حضراتكم وشه بقى حلو الحقيقة على كل على لعبة النادي الأهلي في كل المباراة اللي بيروحها سواء افريقياً أو محلياً بيكون دافع وحافظ للعبين لأنه فعلاً بيحب النادي الأهلي وبيحب زميله ودايماً بيحب يكون على القمة النادي الأهلي على القمة وبيتوج بكل البطولات بمناسبة النهاردة في عام 2015 كان الذكرى تعاقد النادي الأهلي مع النجم كابتن مؤمن زكريا وعودته لبيته من جديد لأنه هو يعتبر واحد من نشئين النادي الأهلي خرق شوية وبعدين رجع مرة أخرى في 2015 بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك لأنه كان معار من نادي أمبي وصالة وجالة مع النادي الأهلي وحقق الكثير من البطولات ربنا يشفي مؤمن زكريا ويرجع لنا بألف ألف سلامة